أفد شهود عيان أن الجيش المصري شرع قبل عدة أيام ببناء جدار معدني على طول الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة شهدت فرق الهندسة التابعة للجيش المصري وهي تقوم بوضع الجدار العزل الذي يرتفع عدة أمتار فوق سطح الأرض وبدأ العمل بالجدار العزل من النقطة القريبة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة